سنقدر التضحية الثمينة التي دفعها شهاداؤنا لنا ونحن بدورنا سوف نعوضهم نريد أن نعيش بالتنمية ولا نريد أن نبكي يجب إعادة نهضتنا اليوم نقف وقفة احتجاجية على شهادنا يجب علينا أن نعوضهم ونجتهد بالتنمية وإعادة النازحين إلى ديارهم إن الوقفة الاحتجاجية التي نقيمها اليوم هو من أجل شهادائنا الشجعان الذين بفضلهم نحن هنا الآن وفي سلام ولن ننسى ذلك أبدا فالآن علينا أن نتذكر ذلك حتى نغير ونطور أرضنا لقد ناضل أبنائنا وضحوا بحياتهم ليس فقط من أجل والديهم ولكن من أجل شعبهم ومن أجل تحرير تيجراي لذلك لن نحزن ويجب علينا جميعا التركيز على تعويضهم من خلال التنمية وإحلال السلام وتحقيق العدالة في تيجراي استشهدوا من أجل أرضهم فعلينا أن نفكر كيف نساند أهالي الشهداء ونقف بجانبهم فمن اليوم علينا أن نوقف البكاء لا يجب علينا أن نبكي بل نطلب الصبر والصلاة أن يدخلهم فسيح جناته علينا أن نفكر الآن في أن نعيد إعمار بلادنا وذلك بالتفاهم بيننا لأنه يجب أن نعيد نهضة البلاد بأنفسنا ولا يوجد فائدة من البكاء اشتركوا في القناة